هذا وحث مراقب الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة جابريال كاشا الإسرائيليين والفلسطينيين على إظهار شجاعة السلام من خلال العمل على حل الدولتين وذكر سيادته في مداخلة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي بكلمات البابا فرانسيس إن الحرب هي هزيمة للجميع وتقضي على الأخوة البشرية ولفتا إلى أن الصراع الدائرة في الأرض المقدسة ولد آلاما كبيرة لدى المدنيين ولم يخفي رئيس الأساقفة كاشا قلقه حيال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة بعد مقتل وجرح عشرات الألاف من الأشخاص وتهجير مئات الألاف من منازلها